خلال شهر تموز يوليو الفائت شن الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له 21 هجوما طال قرى وبلدات مأهولة بالسكان المدنيين في ريف منبج شمال سوريا تصدت لها قوات سوريا الديمقراطية ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 50 عنصرا من تلك الفصائل بحسب حصيلة نشرها المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري بيان المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أشار إلى أن الاحتلال التركي وأفصائله الإرهابية يواصلون انتهاكاتهم بحق المدنيين وممتلكاتهم في ريف منبج عبر شن هجمات الشهر الماضي بشكل شبه يومي منتهكة جميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية في الحروب والنزاعات البيان أوضح أن الاحتلال التركي استهدف عددا من القرى بينها الهوشرية والشات ودرج والتخار وعون الدادات والمحسنلي وغيرها باستخدام أكثر من 862 قذيفة ما بين مدفعية وهاون وعدد من القنابل المضيئة التي استهدف بها الاحتلال نقاطا لقوات مجلس منبج العسكري وبحسب البيان فإن مجلس منبج العسكري أسقط طائرتين من نوع درون فيما أصب عدد من المدنيين بجروح بينهم أربعة أطفال فضلا عن فقدان ستة مقاتلين من قواتهم لحياتهم في أوقات مختلفة الشهر الفائت جراء التصدي لهجمات الاحتلال التركي هذا وشدد مجلس منبج العسكري خلال بيانه على استمرار قواتهم بالتصدي لجميع الهجمات والاعتداءات التي يشنها الاحتلال التركي وفصائله الإرهابي على مناطق شمال وشرق سوريا مؤكدا أنه سيرد بقوة على أي جهة تحاول زعزعة أمن واستقرار المدنيين ترجمة نانسي قنقر